لاعب منتخبنا الوطني درغام اسماعيل اتمنى عودة بشار رسن للمنتخب العراقي غيابه مؤثر ووظف في المنتخب وايمن حسين افضل محترف عراقي الموهب العراقية اللاعب العراقي مروان البازي ينتقل لنادي يونشو بالسويدي قادما من نادي دالكورد ليرافق زميله باشنك عبدلا الدولي علي فائز لبرنامج الكاس المدرب كاساس اضاف الكثير للمنتخب الوطني وعمله متواصل على دوام وفقط النوم يمنعه من العمل اقام دوري المحترفين هي الخطوة الاهم من اجل التأهل لمنديالي 2026 اجمل ايام حياتي كانت مع شرطتي وعودتي للفريق صعب بسبب نظرة البعض من اعضاء الادارة والجماهير لم اخذ فرصتي الكافية في فترة احترافي في الدوري التركي واتمنى لقاء كيستيانو رونالدو في الدوري السعودي حكيم شاكر وباسم قاسم هم اصحاب الفضل الكابير علي وعلي حسين رحيم اكثر شخص يقدم لي النصائح الدولي ضرغام اسماعيل لبرنامج الكاس تمت مفاتحة وكيل اعمالي سابقا من نادي لفربول الانكليزي ولولا الاصابات لا كنتم شاهدتم ضرغام في الملاعب الاوروبي بجانب كبار اوروبا لكن الاصابة من رفضت احترافي اللاعب الدولي السابق اركان نجيب يوجه رسالة مهمة الى الجماهير العراقية البعض من اعضاء الهيئة العامة بنسبة 70% بعض قرارتهم هي التي دمرت الدوري العراقي وهم يعملون بالضد من اي شيء يطور الف لكرة العراقية اشتركوا في القناة